موسيقى القوات المشتركة تحبط تسلل حوثيا في التحيطة وشهيد وجريح بقذيفة هاون في حيس موسيقى فقوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تكسير زخفات حوثية عدة في نهم وفي محيط معسكر ماس موسيقى الشباكات في باب غلق والفاخر في الضالع وقتل وجرحة في صفوف الميليشيات موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم من نشرة الأخبار انتهت الشباكات دار الجنوب الحديدة بخسيرة بشرية ومادية في صفوف الميليشيات التابعة لإيران جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وأفد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات حاولت تسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرقي التحيطة مستخدمة غطاء ناريا مكثفا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية وباءت بالفشل مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين وأوقعت قتلى وجرحة في صفوفهم وأجبرت البقية على الفرار والعودة لأوكارهم في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية كما أكد أن القوات المشتركة أخمرت مصادر الإسناد الناري للميليشيات بضربات مركزة ضعفة الخسائر البشرية في صفوفها وكانت الميليشيات قصفت الجامعة الكبير بمركز مديرية التحيطة بسلاح ثلاثة وعشرين وأفادت المصادر أن الميليشيات وضمن خروقاتها اليومية استادفت بنيران أسلحتها بنيران أسلحتها المتوسطة الجامعة الكبير والأحياء السكنية المجاورة وتسببت في حدوث أضرار كبيرة فيها وخلقت حالا من الهلع والرعب في أوساط السكان وفي حيث سشهد مواطن وجريح آخر جراء قذيفة هاون حوثية أثناء عودتهما إلى منزليهما في القرى الجنوبية من مركز المدينة وقال مراسلنا أن الميليشيات سادفت منفذ سقم الخط الرابط بقذائف الهاون الثقيل وسقط على إثرها شهيد وجريح من أهالي قرية الرباط الواقعة جنوب حيس وهما عبدالله سليمان حمنى وأحمد عبد الحيمة حمنى الذين أو اللذان تم إسعافهما للنقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة لتلقي العلاج وأضف إن الأول فارق الحياة قبل وصوله إلى النقطة الطبية صدت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل محاولات زحف حوثية وهجمات فاشلة على مواقع عدة في نهم وبالقرب من معسكر ماس وكبلتها خسائر بشرية ومادية كثيرة الشباكات المستمرة تدور في جبهة نهم وصولا إلى محيط معسكر ماس غربية مارب والتي تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فيما لا تزال عملية تمشيط محيط المعسكر من فلو العناص الحوثية من قبل القوات الحكومية وهو ما أظهرته مقاطع مصورة وزحها المركز الإعلامي للقوات الحكومية استهدافت جمعات من إشارة حدية الله أكبر وخلال الشباكات وقع العشرات من عناص الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريه في قمين محكم نفذته القوات الحكومية في جبهة نهم بعد عملية استدراج لمجاميع حوثية حاولت التقدم إلى مواقعها لتقع العناص الحوثية فرست نيران القوات الحكومية التي حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريه الآن مضاردة من إشارة الحوثية أهم الأبطال يتقدم إن شاء الله إلى مواقع دحر العدو الحوثي وتظهر المشاهد جانبا من المعارك العنيفة التي تخوضها القوات الحكومية والقبائل من أبناء مارب وهي تصد زحفات الميليشيات الحوثية وتكبدها خسائر في الأرواح والمعدات والآليات إثر استهدافها بشكل دقيق ترجمة نانسي قنقر وتواصل قوات الحكومية مطاردة العناص الحوثية التي تفر من أرض المعركة خلال الشباكات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة ومنيت الميليشيات فيها بخسائر في الأرواح والعتاد وفي الجوف انفجر لغم أرضي بسيارة أحد المغتربين أثناء عودته في منطقة اللابنات حيث أفلت المصادر بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات بسيارة المغترب جلال موسى من أبناء محافظة الجوف والذي قدم من الأراضي السعودية في طريقه إلى منطقته في العقدة مديرية الزاهر ووقع الحادث في منطقة اللابنات وأدى إلى استشهاد ناصر مبقوط وإصابة جلال بجروح بالغة أسعفة على إثرها إلى المستشفى وتعتبر الحادثة هي الثالثة خلال الأسبوع التي يتعرض لها المواطنون في حين لا تزال الميليشيات تزرع العديد من الألغام والعبوات الناسفة في طريق المواطنين والممرات المؤدية إلى الحزم وكان مواطن نسشد وجرح آخرون بانفجار لغم حوثي في منطقة هراب بعد يوم واحد من استشهاد مواطن في انفجار مماثل إلى ذلك تجددت الاشتباكات في جبهات عدة في الضالة بعد توقف استمر لأيام عديدة حيث شهدت جبهات باب غلق والفاخر شباكات سقط خلالها عدد من العناصر الحوثية بعد توقف استمر لأيام عديدة تجددت الاشتباكات في جبهات الضالع بين القوات المشتركة والحزام الأمني وألوية المقاومة الجنوبية مع الميليشيات الحوثية حيث شهدت جبهات باب غلق والفاخر اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بعد قيام الميليشيات الحوثية استقدام تعزيزات جديدة خلال الساعات الماضية لكنها فشلت من إحراز أي تقدم وسقط عدد من عناصرها ما بين قتيل وجريح وفر من تبقى منهم باتجاه شمال وغرب الضالع إن ميليشيات الحوثي من عادتها أنها كل مرة وكل حين تدفع بتعزيزاتها إلى المحرقة في جبهة الضالع ونحن في أتم الجاهزية وأتم الاستعداد لهذه الميليشيات التي عثت في الأرض فسادا وطقت في هذه الأرض فنحن كتيبة المجد والصمود نحن لهم في المرصاد تأتي هذه الاشتباكات في جبهة الضالع بعد توقف لفترة كبيرة حاولت خلالها الميليشيات الحوثية تضليل الرأي العام وخداع المنظمات الدولية والإنسانية بنيتها بفتح الطرقات الرئيسية لكنها كانت تقوم بالتحشيد باتجاه جبهة الضالع لكنها عجزت من تحقيق أهدافها واستدمت بصلابة وشجاعة أبطال القوات المشتركة في الخطوط الأمامية ومنها كتائب المجد والصمود المرابطة في الصفوف الأمامية في جبهة الفاخر في الساعة الماضية تم اتباكات عنيفة بين المقاومة الينوبية والميليشيات الحوثية ولقد قبضناهم خسائر كبيرة في العتاج وتصدينا لهم ونحن على استعداد على أن نقوم الميليشيات الحوثية تجددت المعارك في جبهة الضالع حيث شهدت جبهة الفاخر وباب غلق اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع الميليشيات الحوثية بعد أن قامت الأخيرة باستخدام تعزيزات جديدة نحو تلك الجبهات من جبهة الفاخر محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم محور الضالع فؤاد جباري فؤاد مرحبا بك وهل أطلعتنا على مستجدات ما يجري وتحديدا في باب غلق وأيضا الفاخر نحن خير عليك عزيزي على أستاذ المشاهدين نعم تدعم المستجدات تحديدا الآن وأنا أتحدث معك مواجهات متقطعة بين جبهة وعطرة بالصلاح المتحدث وأيضا بالصلاح الفضيح تحديدا في جبهات أو محاور شماسة 20 دوليس أكسر السوق بحديل يحيا أيضا هناك مواجهات متقطعة في محور الضالع يوم أمس كان هناك مواجهات شركة مدلعف في قطاع باب غلق هجار وأيضا في قطاع الضالع هذه المواجهات أكس بعد هدوء حذر المواجهات خلال اليومين الماضيين وكانت مواجهات مستدمة حولت الملكيات القيام بكسلول وتم رفض هذا كسلول وتهداف هذه المدامة نعم لكن بالمقابل نعم فؤاد يعني عندما نتحدث عن هاتين الجبهتين يقابلوها جبهات أخرى لماذا الهدوء مخيم عليها طبيعة أن البعارك أكري أن تكون هناك هدوء في جبهات أخرى وتكون هناك أيضا مواجهات مستدمة في جبهات أخرى هذا الطابع العسكري والطابع الحربي الأسلام من جبهات المواجهات المواجهات تحاول هنا وهناك شنهدوء هنا شنهدوء هنا بهذا الاستجاهة أو بذلك ومن ثم يتم أقرب عليها بنصف الوصف ونصف الوصف ما أريد أن أضريك أخي العزيز أن المواجهات السرطية في هذه الأيام تستطيع من تعزيزات كبيرة إلى قطاعات التوقف وإلى قطاعات حبيب يحيى والثاغر وهذه التعزيزات يتم رفضها تستهدى بعض التعزيزات التي تأتيبها إلى مقدمة الجبهات شكرا لك فؤاد جبري المتحدث باسمي محور الضالع كنت معي عبر الهاتف من الفشل السياسي في حد القضية اليمنية إلى قتل الشعب اليمني بسموم المساعدات الإنسانية التالفة والصورة خير برهان إذ تحولت وفق مراقبون من وسيط حل إلى جزء كبير من المشكلة كان من المفترض أن تكون هذه المساحات الواسعة مكتظة بعربات الجياع لأخذ مساعداتهم المستحقة والذي يسجلها العالم أجمع كفاتورة يجب دفعها بعد استقرار الأوضاع في اليمن لكن هذه المخيمات والهناجر الطوال هي أشبه بمقالب لما فسد من الحبوب ومجمع كبير للسموم دقيق فاسد ومساعدات لا إنسانية هكذا يقول واقع مخازن برنامج الغذاء العالمي في عدن التي لا تختلف عن مخازن برنامج الغذاء العالمي في صنعاء الكل أمام المساعدات المسمومة يمنيون والفاعل هو من وجد في الحرب وسيلة للتكسب والتربح على حساب الشعب تتسول له الأمم المتحدة المساعدات لتعبث بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار وتستورد له أمام الكاميرات مغلفات زاهية تحوي بداخلها بضائعا من الدرجة المتدنية غير القابلة للاستهلاك الآدمية ليست المشكلة في الدقيق الفاسد والمساعدة غير الإنسانية بل المشكلة في برنامج الغذاء العالمي الذي ما يزال يتسول باسم اليمنين ليحصل على دعم يراه غير كاف المشكلة كذلك أن أمين عام الأمم المتحدة ظهر قبل أيام ليخبر العالم بأنه سيحصل في اليمن مجاعة هي الأكبر حول العالم وفي النهاية هذا ما يورد لعوامل جياع الذين تقطعت بهم السبل لمساعدات مخزنة تالفة اعتدى اليمنيون على الفساد والرشوة الداخلية ولكنهم لم يتبقعوا أن يأتي يوم يسرق فيه قوتهم رجل أنيق ببدلة وشعر أشقر إنها لعنة القدر وبؤس الزمان وجور واقع على ظهور اليمنيين من القريب قبل البعيد في زمن لا يستطيع أحد السماح بضياء فلس على الأرض نتيجة العوز والفاقة ودخول اليمنيين جماعيا في خط ما تحت الفقر بمئات الدرجات في صنعاء يتم اتهام الحوثي بأنه يخفي المساعدات ومن ثم يحرقها ولكن في عدن المحررة أي تهمة قد يواجه بها ديفيد بيزلي أو مارك لوكوك العالم وأي تبرير قد يشرح به مندوبو الغداء العالمي للعالم عن ضياء مليارات الدولارات على مساعدات فاسدة وفساد برتبة عصبة الأمم المتحدة التي لم يطبق أفرادها مثاقا شكلي وتحولت بفعل المليارات إلى عصابة نتيجة اختلاف اليمنيين مع بعضهم البعض وقطع الطرق بين محافظة وأخرى تثبت الأمم المتحدة يوما بعد آخر أنها جزء من المصيبة في اليمن لا وسيط للحل ومن يعود بالزمن سيجد أدوارها السلبية في العبث بأقوات اليمنيين وسياستهم اتفاقات فارغة مضمون ووساطة لها رأي في صنعاء وآخر في الرياض ونظرة فاشلة تستوطن ببقاء مصالح نافذين شكر يحملون جنسيات أوروبية وأمام هذا العبث لا تملك وسائل الإعلام إلا الاستنكار وينتظر الجميع موقفا حازما من الشرعية التي لا يفكر أحد من أفرادها أن يطعم نفسه أو أولاده من هذه السموم كما يرى محللون محمد الصار اليمن اليوم يجمع اليمنيون على ضرورة تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية مؤكدين على أنها لا تختلف عن تنظيمات تدعي الإسلام في سلوكها الإجرامي تجاه اليمنيين ما الذي أبقت ميليشيات الحوثي من أعمال وحشية كي لا يصنفها العالم جماعة إرهابية؟ سؤال يطرح اليوم على من يستميتون دفاعا عنها والمقصود هنا الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التابعة لها العاملة في اليمن وفقا لوسائل إعلام غربية تحاول المنظمة الدولية ثني الإدارة الأمريكية عن إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية المهددة للأمن والسلم الدوليين تقول الأمم المتحدة بأن هذه الخطوة ستقوض جهود إحلال السلام في اليمن كما سيكون لها أثر سلبي على العمليات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين موقف تلقت على إثره الأمم المتحدة انتقادات واسعة وتساؤلات عن مكونات السلام المزعوم والذي بات الحديث عنه ديباجة خطب المبعوث الأمم في إحاطاته الدورية لمجلس الأمن فيما اليمنيون يكتوون بنار حرب يساعرها الحوثيون في الحوثيون في الحديدة والضالع والجوف وعلى أبواب مأرب يرتكبون فيها مجازر وحشية في حق اليمنيين سواء من المواطنين أو أبناء القبائل المدافعين عن أرضهم أو أولئك المغرر بهم في صفوف الحوثيين من يدفع بهم ليل نهار إلى محارق الموت كما أن المنتقدين لموقف الأمم المتحدة يرونها تنظر بعين واحدة فالحوثيون ارتكبوا جرائم لا تقل عن جرائم تنظيمات كداعش والقاعدة من تهجير عرقي وطائفي إلى تفجير المنازل واقتحام الممتلكات الخاصة والعامة والقتل الجماعي خارج إطار القانون وإعدام الصحفيين ومصادرة حقوقهم ونهب الأموال العامة والخاصة والإدعاء بالحق الإلهي في التحكم برقاب الناس ومصائرهم وغرس الأفكار الهدامة في النشئ والشباب ما يعمق الانقسام المجتمعي ويورث صراعات دموية مستقبلا ناهيك عن زرع ملايين الألغام التي تسببت بمقتل وإعاقة آلاف اليمنيين إضافة إلى تهديد الحوثيين خطوط الملاحة الدولية وسلامة البحار بالألغاب البحرية أو بخزان صافر النفطي الذي تتخذه الميليشيات رهينة وسلاحا تقول عنه إنه نوعي وفتاك مع إدراكها فداحت ما سيخلفه من دمار على البيئة المائية اليوم وعلى غير العادة يجمع اليمنيون على ضرورة تصنيف الحوثيين جماع إرهابية معتبرين إعاقة الأمم المتحدة لمثل هذا القرار يكشف ستارة عن أدوارها في اليمن ومتاجرتها بمعاناة وآلام اليمنيين لكن هناك من يشكك في جدية الإدارة الامريكية تصنيف الحوثيين مذكرين بمطالبات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الولايات المتحدة منذ العام 2004 بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية لكن السفير الامريكي حينها في صنعاء فرستاين رفض هذا الأمر متعاللا بأن الحوثيين لم يؤدوا إمريكا بشيء رغم الشعار الذي ترفعه الجماعة واعتبر السفير الامريكي ذلك الشعار والخطاب كلاما في الهواء وهو ما كان يكشف عن أجندة ودعم خفي للحوثيين من قبل إمريكا التي ضلت على الدوام ترفض تصنيفهم إرهابيين رغم مطالبة الرئيس صالح بالأمر طوال حروب صعد 6 فيما يرى مراقبون آخرون بأن الولايات المتحدة تطلق بالونة اختبار حول هذا الأمر بين فترة وأخرى مشيرين إلى أنها لوحت بدراسة تصنيف الحوثية منظمة إرهابية في عامي 2016 و2018 دون أن تترتب أي خطوة على هذا الأمر وقد يكون الغرض من هذه التصريحات ممارسة الضغوط على الحوثيين لانتزاع تنازلات جديدة فهل ستكون الإدارة الامريكية صادقة وجادة هذه المرة وتدرج الحوثيين في قوائم الإرهاب أمر إن تم سيغير كثيرا من مسارات الحرب في اليمن وربما يختصر سنوات طويلة من الصراح حذرت منظمة دولية ومحلية من مخاطر سيناريوهات كارثة بيئية وشيكة جراء انفجار سفينة صافر النفطية خصوصا بعد تحركها من مكانها والذي تواصل الميليشيات الحوثية منعها من وصول فريقا أممي لتفقدها وصيانتها دون اكتراث بأثارها البيئية الوخيمة لا تأبه ميليشيات الحوثي بمخاطر انفجار وشيك لسفينة النفط الصافر العائمة عرض البحر الأحمر فإما أن تستأثر بمخزونها النفطية البالغ مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف برميل أو تجعلها تنفجر ويسيح نفطها في البحر غير مختلثة بالآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية النجمة عن ذلك وتركها ورقة للمساومة والابتزاز فها هي السفينة الراسية منذ العام 2015 تتحرك من مكانها بحسب صور رسدت الأقمار الصناعية ما يزيد من احتمالات انفجارها في أي وقت منظمة أكبس البحثية السويسرية وشركتي كاتبولكت وريسيك أوير الدولية ومنظمة تقييم القدرات المحلية أطلقت تحذيرات جديدة من وقوع الكارثة خصوصا بعد تحرك السفينة من موقعها وحدث تصدعات وتآكل على جدرانها واضعة أدة سيناريوهات تتمثل في حدث تسرب النفطي هائل أو انفجار سيلحق الأضرار البالغة بالاقتصاد الوطني فقد تتأثر عمليات ميناء الحديدة والصليف مع إغلاقها لعامين على الأقل ما سيحد من واردات الوقود والغذاء والتأثير على إنتاج الكهرباء والخدمات الصحية والنقل في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى حضر خمسين في المئة من مصائد الأسماك من الصيد وارتفاع تكاليف صناعة الصيد إلى مائة وخمسين ملون دولار خلال خمس سنوات وفقدان أكثر من مائتين وخمسة وثلاثين ألف صياد لمصادر ألزاقهم ووصول تكلفة التنظيف إلى عشرين ملون دولار أما التأثيرات الصحية فستكون هناك مخاطر صحية كبيرة على السكان خصوصا البالغين والأطفال وكبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة وتوقعت المنظمات أن يكون سينار التسريب أو الانسكاب وآثارها طويلة الأمد بأربعة أضعاف من كمية النفط الخام التي انسكبت في كارثة إكسوم فالديز عام 1989 وسيتضرر أكثر من ستة ملايين نسمة في اليمن وأكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف السعودية خصوصا في قطاعات الزراعة والمياه والصيدة مع نزوح أكثر من ملون شخص وقد يعاني نحو مائة وخمسة وثلاثين مزارع من الخسائر التي تقدر بأربعة ملايين دولار فيما تتمثل التأثيرات البيئية بتلوث آلاف الكيلوهات في البحر ومئات الآبار الجوفية مع توقف أكثر من ستين منظمة لخدماتها الإنسانية هذه التحذيرات وغيرها سبقها الكثير فيما لا زال مبعوث الأمم مارتنجريفث يحاول عبثا نقنع مليشيات الحوثي السماح لفريق فني أممي للوصول إلى السفينة لتفقدها وصيانتها ورغم تضمن إحاضات متكررة لمجلس الأمن الدولي ملف صافر إلا أنه فشل حتى الآن ولم تعد إحاضاته سوى جعجعة دون أن يكون هناك طحينة تواصل المليشيات مساعيها لتحويل المدارس الحكومية إلى أهلية ضمن سياستها في تدمير المؤسسة الحكومية وتسخيرها لصالح قاداتها ومشرفيها وجمع الأموال على حساب التعليم ومعاناة البسطة حيث فاق عدد المدارس الأهلية التي فتحتها في صنع المدارس الحكومية بأضعاف ضمن سياسة تدميرية تستهدف التعليم تواصل مليشيات الحوث العبث بالعملية التعليمية في مناطق صيدرتها خصوصا بعد قيامها بخصخصة التعليم الحكومية وتحويل مدارس حكومية إلى أهلية في إضار تدميرها للمؤسسة التعليمية الحكومية وتسخيرها لخدمة أجنداتها الطائفية فقد وصل عدد المدارس الأهلية التي افتدحتها في صنعاء يفوق عدد المدارس الحكومية بأضعاف ومنذ صيدرتها على مؤسسات الدولة عمدت مليشيات الحوث إلى تغيير المناهج الدراسية وتغيير أسماء المدارس والكليات واستبدالها بأخرى طائفية وقيادات حوثية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة والفعاليات الطائفية بمدارس وجامعات المناطق الخاضعة لصيدرتها مصادر تربوية في صنعاء كشفت عن عدد المدارس الخاصة في مديرية السبعين وحدها والتي بلغت أكثر من ثلاثمائة مدرسة وفي مديرية الوحدة واحد وستين مدرسة أما في مديرية بني الحارث قرابة مائة وخمسين مدرسة ولا يزال عدد المدارس الخاصة التي يمتلكها قادة مليشيات الحوثي في تزايد مستمر وباتت تعاني من الاكتظاظ بسبب تزايد التحق الطلاب فيها بعد أن همشت وأضعفت المليشيات التعليم في المدارس الحكومية وبهذه الممارسات فإن مليشيات الحوثي تستغل المدارس الحكومية لتنظيم فعالياتها التعبوية لنشر أفكارها الطائفية وحشد وتجنيد الأطفال كما أنها تفرض على طلاب المدارس الحكومية دفع مبالغ مالية على كل طالب شهريا بما زاعم دفع رواتب المعلمين لكنها في الحقيقة تذهب إلى جيوب إداريين حوثيين في مكاتب التربية في المديريات وفي ظل تفاقم الوضع الاقتصادي وعدم قدرة الآباء على تحمل نفقات تعليم أطفالهم وسط تحذيرات منظمة الأمم المتحدة يونسيف من ترك أكثر من مليون طفل مقاعدهم الدراسية تستمر مليشيات الحوثي في قراراتها التعسفية والممنهجة لتدمير ما تبقى من المؤسسة التعليمية الحكومية وإضعاف التعليم بهدف جلب مزيد من المغرر بهم من الأطفال إلى محارق الموت لدعم جبهاتها المختلفة في نشرتنا أيضاً جامع الصالح إرث ديني ومعماري راسخ وتفة فنية طالتها انتهاكات وعبث المليشيات الحوثية شكراً للمشيات الحواظة حالي من ديسمبر كانت انطلاق الشرارة الأولى لاستعادة الجمهورية من مليشيات التهانوت تحاولت خمس معالم الدولة زعيم علي عبدالله صالح قدم روحه شداء لهذا الوطن في وجه الكهنوت أتينا لداعي الوطن وتلبية وصايا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله عليه وسننفذ جميع وصاياه واحدة كله الأقرار حتى نوصل الجبال مران ولا زالت طورة الثانية من ديسمبر مستمرة ونحن على دربها سائره كل يمن يحر أن يستجيب هذا النداء وينطلق انطلاقة الزعيم علي عبدالله صالح نحن كلنا ندين له في العرفان والجميع لانطلاقة الثاني من ديسمبر ونحن كلنا ديسمبرية وسنكون ديسمبرية كما كنا سنتمبرية إنما نحن ماضون على هذه النهج وإنما مستمرون في الدفاع عنها وسوف نواقههم في الميدان في المتارس في كل الجبهات ضد هؤلاء الشرمة القنفية البغيظة اهلا بكم من جديد في فبراير وقبل 12 عاما افتح الزعيم علي عبدالله صالح جامعة الصالح كتحفة إضافية في فن المعمار اليمني وإرث ديني معدل لكن ذلك الإرث لم يسلم من عبث وحقد الميليشيات الحوثية التي شوهت كل جميل في البلاد رحل الزعيم الخالد إلى بارئه شهيدا ولم ينقطع عمله ببناء جامع الصالح والذي بدأ بأول صلاة جمعة وجماعة بحضور جمع كبير من اليمنيين والوفود العربية والإسلامية ويعتبر جامع الصالح تحفة دينية ومعمارية راسخة بأذهان كل اليمنيين الأحرار لمسماه وذكراه ما بقي المسجد يذكر فيه اسم الله رغم التحريف والطمس لهوية مؤسسه وبانيه والذي سيظل أثره باقيا إلى ما شاء الله رغم العبث الهمجي الذي مارسته وتمارسه ميليشيات الكهنوت الظلامية بحق المساجد ودور القرآن والعبادة منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 بدأ حقد ميليشيات الحوثي وتعاليها واستهتارها بالمقدسات الدينية وبيوت الله بمجزرة ارتكبتها في الجامعة حيث قتلت حراس المسجد بعد استيلائها عليه في الرابع من ديسمبر غدا تغتيال باني ومؤسس الجامعة وتحريف اسم وهوية الجامع وتغيير مسماه في خطوة منها تهدف لطمس ومحوي أي أثر يربط المسجد بالزعيم صالح كما قاموا بطمس حجر أساس المسجد الذي يحمل اسمه علي عبدالله صالح والذي افتتحه في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2008 ميلادية استبدال ذلك بشعاراته مطائفية التي شوهوا بها كل مداخل المسجد وجدرانه ويأتي تغيير مسميات الأمكن المرتبطة بالزعيم الشهيد في محاولة منها لطمس تاريخه وترويض ذهنية الشعب على تناسي منجزاته غير أن ذلك القرار لم يحقق للميليشيا نفعا كونها لم تستطع تقديم اليسير مما قدمه الشهيد في مرحلة حكمه ويحتوي مسجد الصالح إلى جانب كونه معلما حضاريا ودينيا على متحف خاص وكلية لتحفيظ القرآن الكريم فنهبت الميليشيا محتويات المتحف وأغلقت الكلية الخاصة بتحفيظ القرآن محولة العديد من مرافق الجامع إلى ثقنات لتدريس الفكر الطائفي وتتم عمليات تجنيد الأطفال وتعبئتهم فكريا في الجامعة بعد أن عزف المصلون عن أداء صلواتهم فيه نتيجة المضايقات العنصرية والطائفية التي كانوا يتعرضون لها من قبل عناصر الميليشيا عند أدائهم للصلوات في الجامعة وما يتعرض له جامع الصالح من انتهاكات حوثية إنما هو جزء من مسلسل الانتهاكات الميليشياوية ضد المقدسات والمساجد في اليمن والتي تنوعت بين تفجير المساجد ونسفها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازل الأسلحة والتموين العسكري وكذلك مساجد جعلت منها مجالس لتنويل القات وإقامة المهرجانات والفعاليات الطائفية فقد تم تفجير ما يقارب 76 جامعا في تعمد واضح من هذه الميليشيات وفي استفزاز واضح لمشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية شهدت جامعة تاعز وقفة احتجاجية في الذكرى الثانية لمحاولة اغتيال رئيس الجامعة دكتور محمد الشعيبي وأسفرت عن إصابته ومقتل مرافقه الشخصي وفي الوقفة التي نفدت أمام بوابة كلية التربية طالب المحتجون من أكاديميين وإداريين وطلب السلطة المحلية والأمنية والقضائية بسرعة تقديم الجنات إلى العدالة وتطبيق القانون ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها بمحاسبة الجنات وعبروا عن الإدانة الشديدة في الجريمة وكل أنواع الاعتداءات التي طالت جامعة تاعز في ظل الانفلات الأمنية القائمة في المحافظة هذه الوقفة هي تدنيداً بصمت وعجز القيادات العسكرية والأمنية عن إلقاء القفض على قتلة الشهيد موفق الشميري موفق مرافق رئيس جامعة تاعز أثناء محاولة اغتيار رئيس الجامعة منذ عامين وعجز القيادات العسكرية إن لم يكن تواطؤها مع بعض القتلى بالإفراق عنهم في رمضان المنصر وهنا نطالب قيادات السلطة المحلية والقيادات العلية بالدولة بوضح حد لهذا التفلت نظمت جامعة تاعز اليوم وقفة احتجاجية في الذكرى الثانية من محاولة اغتيار رئيس الجامعة وهذه الرسالة ناشد بها السلطة المحلية والمحافظة لاستكمال قراءة القضية ورسالة ما تم يثلتهم المتهمين إلى النيابة الإجزائية بعداً وتحريك مقراءة القضية للأسف مرة أكثر من عامين على مقراءة استهداف رئيس جامعة تاعز السلطة الدكتور محمد شعيبي والذي أسفلت عن إصابته والشهاد موفق الشميري ولم نرى تحرط ساكناً فخروق اليوم الطلاب في جامعة التاعز هي رسالة شاملة من ضمنها حتى قد طالت عديد من استهدافات للحرام الجامعي واستهدافة بعض الدكاترة ومدرسين الجامعة التعليمية فالجامعة اليوم تقدم الرسالة إذا لم توقف هذه الاعتداءات صعب تستمر العملية التعليمية أظهرت صور الأقمار الصناعية تطور المنخفض الجوية الذي يشهده المحيط الهندي ويقترب من السواحد اليمنية إلى منخفض جوية متعمق أثناء بل ثم أخيراً إلى عاصفة أسرية بالرغم من أنه لم يتم تسميتها رسمية من قبل المركز الاقليمي المتخصص بالأعاصير في نيودلهي ويتوقع أن تصل تأثيرات العاصفة إلى وسط خليج عدن والسواحد الجنوبية خاصة في شبوى وأبيان وصحبه قد تطال عدن فيما ستتركز تأثيراتها المباشرة على الصومال وقالت مصدر ملاحية إن عشرين مركباً يمنياً عالقاً في ميناء حافون الصومال ومركز العاصفة تتجه صوبهم وشهدت جزيرة أرخبيل سقطرة وطول عمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة تأثرها بعاصفة مدارية تضرب المحيط الهندي الذي يحد الجزيرة من جنوبها هدد الجيش الليثيوبي باستخدام دبابات للإستيلاء على عاصفة أو عاصمة إقليم تيجراي وقالت وسائل إعلام رسمية إثيوبية إن الجيش سيستخدم الدبابات لحصار ميكل عاصمة إقليم تيجراي الشمالي المتمرد وحذر الجيش الليثيوبي الذي يقاتل المتمردين في الإقليم الشمالي المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا المدفعية لقصف المدينة وفقا لوسائل الإعلام ذاتها وكانت أديس أبابا رفضت الوساطة الأفريقية لحل الأزمة في تيجراي وأعزن الجيش أنه تقدم باتجاه عاصمة الإقليم وسيطر على بلدات عدة ترجمة نانسي قنقر ذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 58 مليون و739 ألف وتجاوزت عدد الوفايات مليون و390 ألف وتجاوز عدد من تم الشفاؤهم 40 مليون و654 ألف شخص والولايات المتحدة الأمريكية دائما في الصدارة حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021 وأشار مبعوث المنظمة الخاص بفيروس كورونا ديفيد نابارو إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية إذا ما كررت الحكومة تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية وأضاف قائلا إننا نواجه الموجة الثانية وإذا لم تعمل الحكومة على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل جدير بالذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتي عاونت الارتفاع مرة أخرى اختتمت مجموعة العشرين أعمال قمتها التي عقدت عن بعد برئاسة السعودية وجدد زعماء المجموعة التزامهم بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة وأكدوا في بيانهم الختامي تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو المقبل وتفويض وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية في تنسيق ودعم المواجهة العالمية للجائحة وأشاروا إلى أنهم لن يدخروا جهدا لضمان حصول جميع الدول على لقاحات كوفيد 19 بسعر مناسب بعد انتظارا وترقب داما لفترة طويلة كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركته والذي حقق نتائج واعدة بمرحلة التجارب وقال لوسائل إعلام ألمانية أن موديرنا ستحدد للحكومات السعر يتراوح ما بين 25 إلى 37 دولار لكل جرعة من اللقاح وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة ونقل عنه قوله لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلوزة الذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا وفق ما أوردت رويترز إلى ذلك خلصت دراسة نجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تستمر ستة أشهر على الأقل وتوفر الحماية ضد الإصابة وأضافت أنه تم اختبار الموظفين في مستشفية جامعة إكسفورد بانتظام بحثا عن عدوى كوفيد-19 والأجسام المضادة التي تكشف عن عدوى سابقة اشتركوا في القناة دشنا في العاصمة المصرية القاهرة المهرجان الأول لتراث وثقافة اليمنية بمعرض فني تحت عنوان مصر بعيون يمنية وبمشاركة نحو عشرين فنانا وفنانة تشكيلية في المعرض التشكيلي الذي سيستمر حتى الخمس المقبل في دار الأوبرا مصر في عيون يمنية تحت هذا العنوان تم تجشين معرض الفنون التشكيلية في العاصمة المصرية القاهرة واختار قرابة عشرين فنانا وفنانا تشكيلية الرسوم واللوحات الفنية التي صاغتها أناملهم للتعبير عن مكانة بلاد النيل في قلوبهم والدور البارز الذي لعبته مصر جمال عبد الناصر في خلاص اليمنيين من الاستبداد الإمامي والاستعمار البريطاني في شمال الوطن وجنوبه خلال ستينيات القرن الماضي نحن سعداء في سفارة الجمهور اليمني أن تتبني المركز التغافي ذلك وانتصل فكرتنا إلى المجتمع في جمهورية مصر العربية عن مدى حبنا وتقديرنا لهم وإلى أيضا قيادة الدولة التي أساسا تسهل الكثير في الوقت الصعب امتزك الدم اليمني بالدم المصري عندما قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بدعه كبير من مصر عبد الناصر آنذاك وكثير من القيادات التي لربما مثلت رموزا كبيرة الزعيم جمال عبد الناصر أنور السادات عبد الحكيم عامر هؤلاء كلهم زاروا اليمن ولربما نحن الآن أمام احتفالية الثلاثين من نوفمبر وهي قلاء آخر جندي بريطانيا أتذكر مقولة لجمال عبد الناصر أطلقها من تعز حينما قال على بريطانيا العجوز أن تأخذ عصاها وترحل من جنوب اليمن كل زائر جال بناظريه في تفاصيل اللوحات العميقة المشاركة في المعرض حرج بانطباع إيجابي عكس مدى الارتباط بين حضارة اليمن السعيد والحضارة الفرعونية المغلتين في القدم لأكثر من سبعة آلاف سنة ومدى الود المتبادل والعلاقات الأخوية الصادقة بين الشعبين رغم اختلاف اللوحات لكن كلها تحت برواز واحد تحت حب مصر اليمن واليمن في حب مصر والمصر في حب اليمن يعني أدينا مش عاوز لأينا عاوز أقول إيه أنا يمني عربي وأنا أو يمني مصري وأنا مصري يمني المشاركون في المعرض ذكورا وإناثا عبروا عن سعادتهم بإقامة هذه الفعالية الثقافية للتعبير عن صدق مكنونهم تجاه أرض الكنانة وشعبها المضياف مؤكدين أنهم رغم قصر الفترة راضون عن أعمالهم التي تطلبت منهم الإلمان بأهم الرموز القديمة لإخراج رسوم ولوحات فنية تليق بقيمة نقوش وآثار الحضارتين اليمنية والمصرية أحبنا نقصد أن مصر في عيون يمنية كيف نرى مصر كيف نرى جمال مصر كيف نرى مصر واليمنيين موجودين فيها في هذا المعرض أحبنا تكسيد هذه الرؤية كفنانين تشكيليين أنا انشتغلت على عنصرين أساسيا بالنسبة لالحطرة المصرية رمزت أكثر بالنسبة لعنصر وحطرة المصرية أكثر بالنسبة للمفتاحها الحياة وانشتغلت على اللون الأزرق لأنه النيل النيل هي هي هبة ومصر هي هيبة النيل انشغلت على العنصرة الآخر مضافة اللي هو الجنبية باللون الأخضر الأرض اليمنية أرض خصبة صالحة زراعة ونشتعر بالمناطق الساحلية فالشغلت كمان على لون الخنجر المنطيفة اللي هي على تجدر الإشارة إلى أن المعرض جاء برعاية سفارة بلادنا والمركز الثقافي اليمني وبالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي لوزارة الثقافة المصرية وستستمر فعالياته على مدار ستة أيام تتخللها فقرات فنية وندوات ثقافية حتى حفل الختام الذي سيقام الخميس المقبل وسيجري خلاله تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الكبار والصغار امتزاج الدم اليمني والمصري في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 62 تجسد رسوما ولوحات فنية ما يؤكد أن الامتداد للعلاقة اليمنية المصرية أكثر من دم ومداد تامر عبد الوهاب اليمن اليوم القاهرة وبتقرير الزميل تامر ننهي نشرتنا التي أعود مذكرة بأبرز ما جاء فيها القوات المشتركة تحبط تسللا حوثيا في التحيطة وشهيد وجريح بقذيفة هاون في حيز والقوات الحكومية مسنولة برجال القبائل تكسر زحفات حوثية عدة في نهم وفي محيط معسكر ماس اشتباكات في باب غلق والفاخر في الضالع وقتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى